اشتركوا في القناة في بناء وطنه وترسيخ صورتها أمام العالم أجمع أمام من يضعف الشيخ نوف الأحمد يضعف أمام الله سبحانه وتعالى لكن أنا عندما أرى شيخ كبير يطلب المساعدة في أي شيء أضعف أمامه نعم وطفل مريض يتألم نعم ما نعرف شنه اللي فيه هذا اللي أنا ما أطيقه الحقيقة لطالما كان الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قريبا من أبناء شعبه طوال مسيرته السياسية فكان دائما حاضرا في مناسباتهم المتنوعة يشاركهم أفراحهم وأحزانهم ويطمئن على مرضاهم كما كان يستقبلهم لتلمس حاجاتهم وتلبية متطلباتهم وحرص المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد على إكمال مسيرة العطاء والنماء في دولة الخير والإنسانية والسير على نهج حكام الكويت ورفعة الكويت وعزتها هدف تتمنى طويل عمر أنه يتحقق لك شخصيا وللكويت الوطن والله كيف سفي يعني الهدف أبي تحققه هو وضاء الله سبحانه وتعالى ورضى الناس كما حرص سموه على تعزيز الفضائل والقيم وإيمانه بإهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا باعتبار أن قوة الكويت في وحدة أبنائها وإن تقدمها وتطورها مرهول بتآزرهم وتلاحمهم ووحدتهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر